السلام عليكم ورحمة الله والصلاة والسلام على رسول الله لا تنسوا تعملون اعجاب للفيديو واشتراك بالقناة لسه ما اشترك مشان يوصلوا كل شي جديد ومفيد اخواني بهذا الفيديو بنا نحكي عن موضوع جدا هام ومشاكل واجهت كتير من السوريين والعرب المقيمين على الاراضي التركية طبعا مشاكل بتتعلق باستخراج بطاقة اللقاح يعني عم يروحوا ياخدوا اللقاح الاول وياخدوا اللقاح التاني ويجوا ليستخرجوا البطاقة ما عم تطلع المعلومات عم يصير عندهم خلل او ما عم يكون في عندهم مشاكل بالنسبة لهذا الموضوع والموضوع التاني يا اخواني بالنسبة لكرت الباس وتحميل الهيس كود عليه كمان في ناس عم تتعذب رح علق عطيكم طريقة كمان حلوة كتير بداية اخواني الاشخاص اللي اخدوا اول لقاح واستخرجوا بطاقة لقاح عم يطلعوا على بطاقة لقاح فيما بعد يقولوا انه ما عليها غير لقاح واحد نحن اخدنا اللقاحين ولكن عم يطلع عنا لقاح واحد الموضوع كتير بسيط شو رح تعملوا رح تفوتوا على موقع اليدولات او رح تفوتوا على محل ما استخرجتوا بطاقة اللقاح وتمسحوا وتستخرجوا بطاقة لقاح جديدة فقط لغير هذا هو كل الموضوع وبهي الحالة يا اخواني رح تطلع عندكم بطاقة اللقاح الجديدة يلي تلقحتوا فيها مرتين ورح يكون مكتوب فيها كل المعلومات ورح تكونوا تخطيتوا هاي المشكلة طيب اذا انتوا تلقحتوا وفوتوا على السيستم وما لقيتوا اي شي نهائيا فعليا وحاولتوا تستخرجوا فلازم تراجعوا المكان تلقحتوا فيه من شان ينزلكون على السيستم لانه بيكون في خلل من عندهم هنا موضوع كرت الباس والهيس كود في كتير ماس يا اخواني كانت بحمل الهيس كود على كرت الباس وخلص الهيس كود تبعها هل في داعي نشتري كرت باس جديد؟ لا يا اخواني ما في داعي رح تفوتوا على الهي دولات وتعملوا هايس كود جديد وتحملوا على الكرت فقط لا غير يعني ما في داعي تعملوا اي شي نسول قديم خلص بتفوتوا بتطلعوا هايس كود جديد تمام حتى لو عندكم اكتر من هايس كود ما في مشكلة هون بحقلكم تطلعوا اكتر من هايس كود اللي هو الكود الصحي فبتاخدوا هذا الكودة الصحي الجديد بعد ما تطلعوا بتحملوه على كارت الباس من اول وجديد وبتمشي اموركم من غير اي مشاكل اخواني هلأ بالشرح العملي رح نفوت وفرجيكم مشكلة بطاقة اللقاح هلأ اول شي هون رح نفوت يا اخواني ونكتب كلمة اي نبز تمام اي نبز رح نكتب كلمة اي نبز ماشي وهلأ رح فرجيكم اي شلو رح نتخلص من كل المشاكل اللي عم تواجهوها كتبنا كلمة اي نبز وحطينا على بحث طلع عندي هذا الخيار ضغطوا على اول خيار انزلوا لتحت ضغطوا على هذا الخيار طبعا هذا كمان للاشخاص اللي بتستخرج بطاقة اللقاح لأول مرة وللاشخاص اللي عندن غلط يعني نحن هون رح نكون ساعدنا ثلاث اشخاص بدفعة واحدة طي بعد ما ضغطوا هون اخواني في هون عندكم كلمة مكتوبة عليها كوفيد اون دوكوز رح نضغط عليها مثل ما لكم شايفين اخواني هون عم يعطيني الجرعات اللي انتو اخدتوها بشكل كامل هون على اللوح قدامكم هلأ هون في عندكم كلمة او في عندكم خيار هون ثلاث نقط بتضغطوا عليهم يا اخوان مثل ما لكم شايفين اول خيار بطلع عندكم اللي هو عم يقول لكم كرت اللقاح رح نضغط عليه طبعا هون اللقاح اللي انتو اخدينه اخواني الكرام هلأ في عندي هون على يمين ثلاث نقط او هذا السابع هنضغط عليه ونضغط على اول خيار تمام رح تفوتوا انتو اخواني رح تشوفوا هذا الشكل هتكون هاي بطاقة اللقاح تبعكم هون موجودة وهي المعلومات هون هيك ورح تشوفوا هاي بطاقة اللقاح تبعكم رح تكون فوق تمام هاي اللي شايفين هون اللي عليها اشارة زائد فضغطنا على اشارة الزائد يا اخواني هون في عبيعطيني خيار انه pdf تمام pdf للتنزيل هاي ال pdf اللي شايفينها او مسح بالنسبة للاشخاص اللي عم يطلع عندهم غلط يا اخواني بيضغطوا على كلمة ديليت اللي هي مسح وبيمسحوا من هون تمام خلينا نعمل لها مسح رح فرجيكم ديليت هلا هيك مسحنا بطاقات اللقاح اللي عنا وانا بنصح الجميع انه يعملوا هاي الخطوة اذا في عندهم اي خطأ بعد ما مسحنا كل شي هون في عندي كلمة create card يعني اصنع كرت تمام اصنع كرت رح نضغط عليها نستنى شوي كما لكم شايفين رجاء صنع لي بطاقة لقاح جديدة راح تروحوا على الشاشة من فوق يا اخواني بتضغطوا على ثلاث نقطة اللي فوق وتحطوا الموقع الالكتروني ممكن يرجعكن على الصفحة الاساسية راح تضعوا ترجعوا وتضغطوا على какаяBER مثل ما لكم شايفين صارت عندكم الصفحة بشكل اوضح وبشكل اكبر لانه عملناها متل اذا فاتحينها من الكمبيوتر تمام قبل أنه فاتح من التليفون و لكن أمرناها متل اذا فاتحينها من الكمبيوتر ورح نضغط على كوبيد أندكوز هي تبع الكارت تمام؟ ومن هون يا أخواني فيكن تنزلوا الكارت PDF في هون شي مكتوب عليه PDF رح تضغطوا عليه PDF أربعوا عليها هيك الشاشة PDF وهيك عم تنزلوا بطاقة اللقاح عندكم هيك نزلت صارت على التليفون فتح PDF هاي بطاقة اللقاح صارت عندكم على التليفون يا أخواني منزلة وجاهزة هذا هو كل الموضوع يا أخوان بتمنى تكون وصلت الفكرة للجميع لا تنسوا تشاركوا هذا الفيديو عند أصدقائكم في ناس عم تعيش هاي المشاكل بشكل يومي خلينا نكون ساعدنا أكبر عدد من الناس تحياتي لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته